ما شاء الله الأخبار الاقتصادية الحلوة نزلت رف على دماغنا اليومون دول زي المطر ومستهبانا في حالنا خالص بقنا كل يوم والتاني نسمع عن إنجاز اقتصادي جديد أروع من اللي قبله يا دوب كنا هنبتدي نحتفل بصفقة بيع راس الحكمة للإمارات لأن تعويم الجنيئ داخل يجري علينا بعدها على طول سمعنا خبر بيقول إن الحمد لله لأموال السخنة رجعت البلد تاني بعد ما كان بقالها سنتين هربانا مننا ومدوخانا وراه طب إيه بقى حوار الأموال السخنة دي كمان وإزاي رجعت تاني وإيه خطورة رجوعها على الاقتصاد المصري الكحيان هيا بنا نشوف من حوالي سنتين كده تقريبا مصر كانت بتمر بأزمة اقتصادية شديدة قوي من ضمن أزمتها اللي ما بتخلص على إيه السيادة الرئيس المشير السيسي الجنيكة العادة كان واقع من طوله والاحتياطي الأجنبي بعافية والدولار المفتري عدت 30 جنيه في البنك المركزي ساعتها شوفنا كلنا وزير المالية المصري العبقاري محمد معيط هو بيلف بربابة على كل قناوات التلفزيون زي سلامة في فيلم واقس لماه عشان يحكي لنا عن غدر الأموال السخنة قللت الأصل اللي أول ما شمت خبر إننا في أزمة خادت ديلها في سنانها وهربت على دول تانية اقتصادها مستقر وفايداتهم أعلى مننا بغص عليك فلوسها سخنة ما كانش العشم والله يعني بدل ما تقف جنبنا وتسنيدين في واكستنا تهرابي كده مرة واحدة وتعمليننا أزمة كبيرة في الاحتياط الأجنبي هو احنا كنا نقصين مش كفاية علينا الفناكيش والديون اللي سيادة الرئيس ما غرقنا فيهم المهم إننا معيط كان فاضل يبكي ويشكي كده من عميل الأموال السخنة الخينة العميلة وبعد شوية نلاقي مساح دموعه في كومش جاكتة ونفخ صدره وقلب منتهى الحماس اللي حصل ده مصري بيعلمنا درس مهم جدا هو إن الفلوس السخنة دي غدارة وما لها الصح وما ينفعش إن اعتمد عليها أو نديها الأمان تاني عشان كده من هنا ورايح الاقتصاد بتاعنا مش هيهوب ناحية الأموال السخنة ولا هيبص في الشهر حتى لو الأموال دي رجعت لنا ندمانا ودمعتها على خدها برضو مش هنعبر خلاص زي ما نبيع السندات ورفع الفايدة ولسه سمار في الديون انتهى اللي جاي كله انتاجة معلم البلد هتتمالى مصانع على كل لون ومش هنسيب محصول واحد إلا ما هنزرعه لأن هيا دي الحاجات اللي هتقوم الاقتصاد على حل وتخليه جامد ومتين إنما الأموال السخنة اللي ما تتسماش دي بتضرنا أكتر ما بتنفعنا دي بتخرب الاقتصاد وكمان بتبيعنا في أول محط هيا دي التصريحات اللي وزير المالية محمد معيط كان داير يرميها في وشنا صبح وليل سنة 2022 عشان يأكد لنا أن الاقتصاد المصري تاب توبة نصوحة عن الأموال السخنة ومش هيرجع لها تاني أبدا مهما حصل بس سبحان الله بعد أقل من سنتين على التصريحات دي لقينا الحاج معيط دا نفسه طلع من كم يوم عشان يعلم بكل فخر إن البنك المركز المصري باع سندات لمستثمرين أجانب بحوالي 218 مليار جنيه حاله والسندات دي فضلت خيركو قصرت الأجل يعني مداتها ما بين 6 شهور وسنة قال لا جرى يا حاج معيط ما انترجعت للأموال السخنة وبيع السندات تاني هقو رجلك فوق رقابتك وما لك انت عامل فيها زهرة العولة ليه وبتحلف مية طلاقة إن الأموال السخنة مش هتدخل مصر تاني معيط قال لك عادة جدعان هي الأموال السخنة اعتذرت لنا جامد وإحنا سمحناها فيها إيه دي يعني وقعدين بصراحة بقى يعني المستثمرين الأجانب بقى لهم فترة مش قاعدين على بعضهم خالص هيموتوا على الديون بتاعتنا وعاوزين يستثمروا فيها بأي طريقة وبيقولوا إنها أحلى ديون شافوها في حياتهم فما كانش ينفع نكسفهم لأننا مش قلالات الزوء قبل ما نعرف إيه اللي خلى الدولة البلاحية الشريفة قوي تلحس كلامها وترجع لسكة بيع السندات والفلوس السخنة تاني عاوزين نفهم الأول إيه هي الفلوس السخنة دي أصلا وإيه اللي مسخنها كده كفال الله الشر وليه ما بيعملوا لهاش كمدات ولا يدوها البوس ولا أي حاجة الدولة المصرية في عهد السيادة الرئيس السيسي متعودة دايما إنها كل ما تتزنق في إرشين عشان تبني بيهم فانكوش جديد أو تلاقي الاحتلاط الأجنبي خسع معها شويتين تجري على طول وتصدر نوعين من السندات بفايدة عالية قوي عشان تبيعهم وتجيب من وراهم لوكش الدولارات تسطر بيهم نفسها النوع الأول بيبقى عبارة عن سندات دولارية ودي بتتباع برا مصر ومدتها بتكون يعني طويلة شوية توصل لعشر سنين النوع التاني بقى هي السندات المحلية اللي بيجني المصر الله يرحمه ودي غالبا بتكون مدتها يعني ست شهور أو سنة المستثمر الأجنبي المقرش من دول لما بيلاقي إن السندات بتاعتنا فايدتها عالية وكلها مكسبة بييجي من بلده على مالة وش ومعه شنطة سمسونايت كبيرة مع عبية دولارات ويطلع بيها على البنك المركزي عشان يحولها لجنيه ويشتري بيها سندات محلية بعد كده بيكمر السندات دي في عب وسنة كده لحد ما مدتها تخلص ويروح تاني البنك زي الشاطر عشان ياخد الفلوس اللي دفع على داير الماليم وفوقيهم الفايدة ويحولهم لدولار تاني ويا إما يتكل على الله يرجع بلده وبرك الله في مرزق يا إما يشتري بيهم سندات جديدة بفايدة أعلى والعاجلة تفضل ماشي أو فلوس السندات دي بقى بالصالة على النبي هي الأموال السخنة اللي عليها الكلام من الآخر كده يعني الفلوس السخنة دي نوع من أنواع الديون عادي جدا بنستلف دولارات بضمان السندات عشان نفك زنقتنا وبعد كده بنرجعهم تاني وعليهم فايدة كبيرة الفلوس السخنة دي بقى فيها عب خطير جدا وهو إنها مش مضمونة دايما كده دحلابة ومش قاعدة على بعضها وساعة روح وساعة يجي ما يسخنة بقى ودمها حمد المستثمر الأجنابي أول ما يشم خبر إن في دولة تانية في الكوكب نزلت سندات بفايدة أعلى مننا بيقوم ساحب فلوسه من عندنا على طول ويطير بيها ناحية الفايدة العالية ويسيب الاختصاب بتاعنا يضرب يقلب طبية ألبس تعمل مستثمر ووبل عريق انت كده تعملينها أزمة كبيرة وتخلص على احتياط الأجنابي بتاعنا والكلام ده ما يصحش ده احنا وكليم مع بعض عيش في السندات يا جدع ساعتها المستثمر الناد اللي يقولك ماليش فيه شالله حتى تشحطه قصاد الجوامع ولا يفرق معاني احنا ما خلفناكوش وانسناكو يعني أهم حاجة عندي مكسب زي ما قلنا الفلوس السخنة دي عبارة عن ديون قصيرة الأجل وكمان مش مضمونة وبتهرب في ثانية بس الرغم كده البنك المركزي بتاعنا بيحبها أو بيموت فيها يعني بقى له حوالي تامن سنين عمال يبيع سندات دولارية ومحلية صبح وليل زي الولعة النقطة بقى انه في كل مرة بنعتمد فيها على الأموال السخنة دي بتقوم سهيانة وضربة الاقتصاد على أفاة وطلع تجري وبعد كل أفاة من دول السادة المسؤولين بتخضوا قوي واستغربوا ويفضلوا بقى يحلفوا لنا مئة يمين إنهم ما تعلموا الدرس ومش هيقربوا من أموال السخنة دي تاني بس بعد شوق بينسوا وبيرجعوا لها عادي جدا زي ما حصل كده من كم يوم لما الفلوس السخنة خدت بعضها وهربت من مصر لآخر مرة من حوالي سنتين كده الهروب ده يعني كان له كذا سبب السبب الأولاني هو ظهور سندات بفايدة أعلى في دول تاني عشان كده المستثمرين رموا السندات بتاعتنا على آخر إيديهم وقالوا للبنك المركزي هم ما كفل عيش ولا طارت بقى وطلوا عيجروا ورا الفايدة العالية السبب التاني هو إن في الوقت ده الدولار كان شاحح على الآخر في بنوك البلد كلها والاحتياط الأجنبي كان قطع النفس الموضوع ده عمل قلق كبير عند المستثمرين أصحاب السندات كل واحد فيهم بيقولك طب ونضمن منين إن السندات اللي معايا دي لما مدتها تخلص هعرف أسيلها وحاولها لدولار دي بلد فقرانة مش لقي تأكل وفضلها نص ساعة وتعلن إفلاسها يعني ممكن تيجي ساعتها وتقولك كان على عيني يا خواج البوك وقع مني ومفيش معايا دولارات أدهم لك خد بقى السند اللي معاك ده بيقوله كويس واشرب ميته أو أبرمه وحطه في محفظته أو ستيلم بقيمته يعني حاجات عيني كباري مثلا مونوريلات طب وعلى إيه العجنانة دي من الطيب أحصل أنا هاخد فلوسي من شبه الدولة العجيبة دي واشوف مصلحتي في أي بلد تانية يكون اقتصادها مستقر وعندها عملة صعبة وفواية سنداتها عالية في الوقت ده خرج من مصر مرة واحدة فضل اتدي على المستثمرين الأندال اللي سحبوا فلوسهم وهجهم البلد وفي نفس الوقت بعتت وزير المالية كحول بتاعنا على كل القنوات عشان يقول إن مصر خلاص رامت طوبة الفلوس السخنة ومش هتعتمد عليها تاني أبدا الإخوة مستثمرين الديون الأجانب عفاريتي السندات فضلوا سرحين بعيد عن مصر كده طول السنتين اللي فات لحد ما رجعوا من كام يوم واشتروا سندات بمليارات متلتلة طب يا طرق إيه اللي رجعهم تاني لحب نم الدنيا مية النيل وحشيتهم مثلا وقال لك لا مستثمرين الأجانب رجعوا بفلوسهم السخنة لأسباب تانية خالص أولا لأن البنك المركزي كدتر خيره رفع الفايدة على السندات المصرية بنسبة كبيرة جدا عدة التلاتين في المية عشان يحل السندات في عين المستثمرين ويخليهم يقبلوا عليه ويشدوها من بعض السبب التاني بقى إن الجماعة المستثمرين دول عرفوا إن البنك المركزي اليومين دول حالته حلوة وجايله لوكش الدولارات مش بطالة شوية من بيع رأس الحكمة وشوية من صندوق النقد الدولي ونفحها من الاتحاد الأوروبي وبالتالي اتطمنوا إن هم يقدروا يسيلوا سنداتهم وياخدوا قيمتها بالدولار وقتما يحبوا والحمد لله فلوس السخنة رجعت لنا بالسلامة والبنك المركزي ربنا وفقوا وباع كل السندات اللي كان فارش بيها في ظرف أربعة ايام بس وده معناه إن الديون اللي علينا زادت ومعناه كمان إن مع أول هزة للاحتياط الأجنبي الفلوس السخنة دي هتسيبنا وهتطير في الهوى شاشي زي ما بتعمل كل مرة بالزبط وهنا بقى فيه سؤال مهم جدا ليه الدولة مصممة إنها تسلم دقنها للفلوس السخنة رغم إن الفلوس دي بتكوم الديون على دماغنا وبتدينا خوازيق مغرية كل شوية الإجابة ببساطة لأن الدولة ما بتعرفش تعمل حاجة في الاقتصاد غير إنها تستلف وتتدين وترفع الفايدة عشان تبيع سندات بالفايس وتبيع أصول البلد لأول مشترين جاي من الخليج وتغرق الجنيه وتقلل إمتهم بس كده هو ده اللي الدولة تعلميته طول العشر سنين اللي فاتوا على إيه الطبيب الاقتصاديين الدكتور عبدالفتاح السيسي بالنسبة بقى للزراعة والصناعة والتصدير واللازي منه فتي حاجات ما نعرفش أنا حاجة وما منهوبش نحيط لأن السيادة الرئيس ما بيحبهاش ومش مقتنع بيها عشان كده الاقتصاد المصري هش وضعيف وما بيستحملش خط هيفضل طول عمره إيه شحت ويتحايل على أجانب بيجو يستثميره في الديون الدولة البلاحية بقالها عشر سنين بحالهم لا بتنتج ولا بتصدر أي حاجة عليها لإيمان هي بتيجي أول كل سنة كده تلم شوية الإرادات اللي بيجو من السياحة وقناة السويس وتستلف عليهم كم مليار من أي صندوق نقد معدي بس للأسف السياحة راحت في الوابة على إيه سيادة الرئيس حتى قناة السويس اللي حلتنا انضربت هي كمان بسبب شقاوت الحوثيين في البحر الأحمر والسواريخ اللي بيحديفوها ليل ونهارة على السفر المعددي والمصريين الأندال اللي عايشين بره بطولوا يحاولوا فلوسهم على البنوك بسبب فرق سعر الدولار بينها وبين السوق السوداء طب الدولة تعمل إيه بقى إن شاء الله في الورطة دي وتتصرف إزاي هتجيب منين حفن الدولارات تبني بيهم فنكيش وتسدد ديونه المتلتلة اللي عليه تشحت مثلاً ولا تشتغل ممرضة بعد الظهر عشان تحسن داخلها ولا لا سمح الله تروح تهتم بالزراعة والصناعة والإنتاج زي ما الدول المحترمة بتعمل كفى الله الشر لا طبعاً مفيش واسع للكلام ده الدولة بتضطرق آسفة عشان تفك زنقتها إنها تستلف تاني وتالت وعاشر وترفع الفايدة وتاخد الأموال السخنة بالحضن وتعوم الجنيه وتبيع الأصول صحيح إن كل دي مسكينات مؤقتة هتخرب الاقتصاد أكتر وهتغرقها في الديون زيادة بس هنعمل إيه بقى؟ يعني قادي الله قادي حكمته إحييني النهاردة وموتكو بقر لما الدنيا تبص خالص بقى يبحلها الحلال أكيد ساعتها نلاقي ناس طيبين يسلفونا وسندق تشحتنا ومستثمرين يشتروا سنداتنا بقى على فايدة ولو غلوبنا خالص ندور على أي راس نباح ونفضل بقى نلبس طوائد ديون لبعض لحد ما يبلنا صاحب إن شاء الله هي دي قصة عودة الأموال السخنة الضالة لمصر من أولها لأخير ديون جديدة بفوايد متلتلة كالعادة هتدخلنا في نفس الحلزونة اللي الاقتصاد المصري بقاله سنين بيلف فيها وعمره ما هيخرج منها طول ما احنا ما مننتجش أي حاجة وطول ما سيابت الرئيس صاحب العزبة رام الزراعة والصناعة ومركز على الفناكيش وعايش على الشحاتة وبيع أصول البلد ونشوفكم على خير إن شاء الله